تحت المظلة الأمريكية تعمل وبدعم واشنطن وقواتها تتسلط على الشعب العراقي الصاخط عليها العملية السياسية في العراق عبر حكوماتها المتعاقبة تلجأ عند كل قصف أمريكي إلى طرح قضية خروج القوات الأمريكية من العراق لتبيع الوهم للجمهور بينما في الحقيقة تحاول بشتى الوسائل توسل القوات الأمريكية من أجل البقاء القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق خلال تقريره المعني بالحالة السياسية في العراق بين أن الحكومات المتعاقبة في العراق كانت حريصة على بقاء القوات الأمريكية وهو ما تحقق لها عن طريق الاتفاقية الأمنية مع أمريكا القسم السياسي في الهيئة أكد أن الاتفاقية الأمنية المسمى اتفاقية الإذعان هي الحاكمة لطبيعة العلاقة بين أمريكا وحكومات بغداد المتعاقبة وبما يقطع الدعاءات السيادة العراقية والقرار العراقي على أراضيه وأجوائه وهي الدعاءات وإن كان لا معنى لها على أرض الواقع إلا أن تصرفات الحكومات المتعاقبة وتناقضاتها في هذا الموضوع تفضح حقيقة الهيمنة الأمريكية المستمرة على العراق وبحسب تقرير القسم السياسي فإن تهافت حكومة السودان في الحديث عن جدولة انسحاب القوات الأمريكية له سياقات سياسية ومصلحية تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي في الساحة العراقية وحالة التخادم الناتجة عنه وليس فيه أي دوافع حقيقية تنطلق من الحرص على أمن العراق وسيادته بقدر ما هي محاولة لإيجاد متكأ توازن فيه الحكومة بين الطموحات الإيرانية والمطالب الأمريكية وبشأن الإعدامات الجماعية للمعتقلين في السجون بينا تقرير القسم السياسي في الهيئة أن أحكام الإعدام تتم عبر محاكمات غير عادلة وأحكام جائرة نابعة من المنهجية التي يتبنها النظام السياسي المتحكم بالقضاء مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تمارسها الأحزاب المتنفذة على المحققين للحصول على اعترافات تدين المتهمين أمام المحكمة باستعمال وسائل التعذيب المختلفة بشكل ينسف مقتضيات السلم المجتمعي في البلاد